السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درستنا اليوم هو عن كيفية انشاء صورة او تحويل اي شيء في مخيلتك الى صورة من خلال الذكاء الاصطناعي. نيجي اول شيء على محرك البحث في صفحة جوجل. بنكتب ليوناردو. ندخل على اول نتيجة بحث. بعد هيك بطلب مننا اه نعمل اكاونت. طبعا انا تلقيا داخل مني حسابي على الجيميل فما رح يطلب مني الايميل فبس نضغط هون كريت اكاونت بدخلونا على الحساب. بنيجي بعد هيك بنضغط نفس الشيء. هالواجهة زي ما انتم شايفين. اه اول شيء عندي اه هذا المكان اللي بنكتب في الكود او حتى ننشأ صورة. وعننا هون اكثر من للصور بنختار اللي بدنا اياه. حسب شو الصورة اللي بدنا اياها. وعننا هون مية وخمسين نقطة بتتجدد تلقائيا كل يوم حتى ننشأ صور. وعننا انه كم صورة اه بدو ينشألنا مع كل اه انشاء صورة. اذا عنا وصف معين بنقدر نكتب هون ونعمل مباشرة. اذا ما عنا بنيجي اه على المعروف حتى اه نكتب وصف معين للصورة اللي بدنا اياها. نفتح تابه جديد. على الجوجل. شات اوبن توت اي اي. طبعا المواقع كلها راح اتركها راح اتركها ان شاء الله في صندوق الوصف. نضغط على عندي على سبيل المثال اه نكتب وصف. اه. حول العربي. رجل المسن. يدلس. على القارب. اي اصطاد. السمك. عند غروب. عند غروب الشمس. نضغط انتر. بنيجي ناخد النص. ونترجم الانجليزي لانه موقع ليوناردو. لازم ندخل الكود في الانجليزي. بنيجي على. جوجل ترانسليت. كنترول بيست. مع سبيل المثال منيجي بناخد مثلا اول فقرة. راي تكليك كوبي. راي تكليك بيست. نشوف كيف بده تطلع معنا. خصم ثماني كردت من المية وخمسين. زي ما انتم شايفين. هاي الصور اللي اشأنا اياها. اذا ما عجبتنا الصور نقدر نغير في الكود. اللي برومبيت كود. ونعمل جنريت مرة ثانية. نجرب مثلا ستايل ثاني. على سبيل المثال ثريدي اناميشن. نشوف كيف راح تطلع معنا. جنريت. يعني صورة حلوة لابس فيها. نجرب مثلا اه كود ثاني او وصف ثاني. على سبيل المثال مدرس. يدرس الاطفال. في المدرسة. نشوف. ناخذ النص من هون كوبي. نيجي على الجوجل ترانسليت. رايت كليك بيست. على سبيل المثال ناخذ هاي الفقرة نشوف كيف راح تطلع معنا. كوبي. رايت كليك بيست او كونترول في. لسخ. نجرب. ستايل ثاني من هون. هاي جينريت. زي ما انتم شايفين. يعني صور نقدر نستخدمها لو احنا اه مننشئ اه مثلا اي محتوى على وسائل اه تواصل اجتماعي. فبتفيدنا كثير. نجرب مثلا نغير الستايل. ثري دي انيميشن نشوف كيف. جينريت. استنى عليه شوي. زي ما انتم شايفين صور في منتهى الروعة. وهي كمان بنقدر نختار اي استايل بدنا اياه ونجرب. اي شيء اه ما عندك وصف ترجع للشات جي بي تي. تكتب الوصف اللي بدك اياه. وبترجموا على اي موقع ترجمة بدك اياه. وهنا بتنشئ الصور البدك اياه. وبهيك انتهينا من شرح الدرس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا. وبتمنى اذا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو. وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر